المتل إنه إذا لقيت حدا محترم وخرج إنه تقول يا ريتو كان صهري بتروح لعنده بتقول له أنا عندي بنت شو رأيك تجي تخطبها تعملها؟ طيب أعملها خالص معناتا متفقين نحنا هاي فهمت المتل أمورنا بخير أهلا وسهلا جي بدك يرجع القرار للرجل بس إذا الأم كانت معارضة أو مش موافقة شو بدي يعني؟ مش قصة معارضة أو مومو أكيد أكيد ما رح يتجوز بنتا إذا هي موموافقة بس يعني بقصد إن الدنيا عرض وطلب لا عم بحكي أنا بالنسبة أعتبري إنه أنا بدي بدي خطب بنتي وأنا وفقت على العريس ومرتي مش مش موافقة أكيد ما بتتم الجوازة لو شو ما صار يصير هي أدرب مصلحتها شفتوا كيف النسوين أي طبعا شو أنا ربيت هذا هو دكا لنسا وعلمت وكبرت شو عن حضرتك لحالك تأخذ القرار لأ طب ما هو في أشياء أنتو بتشوفوها وبس ونحنا في أشياء منشوفها أنتو ما بتشوفوها يوعد عجنب بس بالإجمال يعني الأب دائما يعني بيكون عنده خوف على بنته أكتر من ابنه هذا بالإجمال مليون بالمئة طبعا عرفت كيف طبعا ولما بلاقيه إنه فيه شخص مناسب بقول إنه ممكن هذا الشخص يعني تعيش معه عيشة مريحة عيشة كريمة وهو يختار هالشي يعني إنه يلاقي إنه هذا شخص مناسب مو غلط والمرض عارض شو قلتي هلأ إذا مرتو صح كلامك ما بتتم ما بتتم يعني مش عجبني هلأ ما في شوف تعلق لك كمان كمان أنت لا شو بيقولوا تشعل النفوس على الفاضي ما في إنسان اليوم بترفض عريس لابنته هيك من فراغ من غامض علمه من نص الدنيا بتروح بترفض عريس أكيد بيكون في شي منه من أمه من أهله رح يصير فيه تدخلات مسيطرين يعني في شي بتكون الأم شايفه أنت حضرتك عزيز الرجل وشايفه أنت شفت كيف حالك بنتت كل هالتفاصيل هيدا أنا ما لحق تتعرف عليه للزلم لك إلا أنت التاني ما في شي اسمه وأخوه وأخته بيبينه من قرية الفاتحة بتبين الليلة واللي فيها خلصني أنتوا نظرتكم مع احترامي لألكم شوي محدودة بهاي التفاصيل نأوسع نظر نحن معنا زوء بالاختيار لا أيه مين قال انتوا اخترتونا بالأول انتوا كل الزوء لا بلا زوء كنا